لم تكن الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتمر على حزب الدعوة كسابقاتها فالحزب الذي تربى على السلطة لأربعة عشر عاماً كانت الأسوأ في تاريخ العراق أزيح عن رئاسة الوزراء وبصرف النظر عن كون المستلم الجديد من النظام المعتل ذاته فضلاً عن تشابه البيئة والمنشأ فإن سقوط الدعوة في العراق بدأ بصيحات المتظاهرين ثم انتهى إلى أرويقة السياسة موقع المونيتور الأمريكي كشف عن دعوات من قادة الحزب لعقد مؤتمر عاجل بعد الانقسامات والخلافات الداخلية التي ضربت حيث نقل عن القياد في الدعوة حسن السينيد أن الحزب يجري مراجعات داخلية لا سيام بعد خسارته منصب رئاسة الحكومة عقب انقسامه بين كتلتين المالك والعبادي مؤكداً التوجه لعقد مؤتمر عام بهدف توحيد الصفوف الداخلية ومن جملة الدعين كان المالكي أيضاً الذي طالب بإعادة بناء وهيكلة الحزب بعد الخلافات الأخيرة لافتاً إلى أن على أعضاء الحزب التألم لما آل إليه خلال السنوات الأربعة الأخيرة وانقسام الحزب إلى قائمتين وغياب ما سماه الوضع التفاوضي الذي يخدمه داف الحزب أما الموقع الأمريكي فقد عز خسارة حزب الدعوة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لفشله في إدارة البلاد وعدم تحموله المسؤولية عن ترد الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية بعد توالي ثلاث شخصيات على رئاسة الوزراء بدءاً من الجعفري ثم المالكي وانتهاءاً بالعبادي ولكل فرد من الثلاثي سجل حافل من الانهيار على كافة الأصعدة انطلاقاً من الحرب الطائفية وفرق الموت إبان عهد الجعفري ثم التهميش والإقصاء وقتل المتظاهرين العزل عندما كان المالكي رئيساً للوزراء ثم انتهاءاً بسحق مدن بالكامل وتشريد الملايين في حقبة العبادي فيما يرى مراقبون أن خسارة الحزب لمنصب رئاسة الحكومة لا تجعله خارج التأثير فلا يزال محتفظاً بالعديد من المديرين والمسؤولين في الحكومة بما يشبه مفهوم الدولة العميقة